بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف موضوع هذا الدرس موضوع الدرس الوظيفة النحوية، الوحدات التعبيرية وهذا الدرس الثاني في هذا الموضوع نبدأ مستعينين بالله بتعرف أهداف الدرس أولا تعرف مفهوم الكلمة وأنواعها ثانيا تعرف مفهوم الجملة والفقرة والنص ثالثا توظيف ما تعلمناه في فهم النصوص وبنائها كما تعودنا في بداية كل درس نفتح على الصفحة المطلوبة 205 لمن يستخدم الكتاب الورقي ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية هذا رابط الدرس الرقمي يمسح هذا الرابط ليذهب إلى النسخة الإلكترونية من هذا الدرس نبدأ بمراجعة بعض من مكتسباتنا السابقة المطلوب هنا أكتب سؤالا لكل أداة استفهام من هذه الأدوات المكتوبة عن يمين هذا الشكل من يصوق سؤال باستخدام هذه الأداء من أحسنت جميل من العالم الذي سمي بأسد البحر ماذا؟ الأداء الثالثة لماذا؟ من يصوق سؤال باستخدام هذه الأداء؟ أحسنتم لماذا ألقى جابر بن حيان الكتابة في النار؟ الأداء التي تليها كم؟ عظيم كم سنة قضى ابن ماجد من لاحم في البحر؟ متى؟ نسأل سؤال باستخدام هذه الأداء متى؟ بارك الله فيكم متى بدأ اهتمام أبي بكر الرازي بالطب؟ أين؟ أحسنتم أين عاش أبو بكر الرازي؟ أخيرا ما أحسنتم ما أبرز اختراعات أحمد بن موسى؟ نلاحظ هنا بأن هذه الأسئلة جميعها ابتدت بهذه الأدوات ونسميها أدوات الاستفهام وانتهت بهذه العلامة من علامات التقيم وهي أحسنتم علامة الاستفهام لا تنسى وضع علامة الاستفهام التي ذكرناها قبل قليل نهاية الجمل الاستفهامية أكمل الجملة التالية بأدات استفهام مناسبة المطلوب هنا أن نضع أدات استفهام لنتمم هذا السؤال نقرأ السؤال في البداية نضع علامة الاستفهام المناسبة ثم بعد ذلك نكمل السؤال طالبا حضر الاختبار نسأل عن من؟ أحسنتم عن الكم نقول كم طالبا حضر الاختبار موعد السفر نسأل عن الوقت جميل متى موعد السفر رسم هذه اللوحة أحسنتم من؟ تساعد المحتاجين؟ عظيم أحسنتم لماذا تساعد المحتاجين؟ السؤال الذي يليه الهوايات المفضلة لديك؟ أحسنتم ما الهوايات المفضلة لديك؟ أخيرا أصبح خطاطا محترفا بارك الله فيكم كيف أصبح خطاطا محترفا أرسم خطا تحتادات الاستفهام ودائرة نضعها حول علامة الاستفهام فيما يأتي من العالم الذي ورد اسمه في النص؟ أحسنتم من هي الأداة وعلامة الاستفهام؟ هي هذه أحسنتم السؤال الذي يليه ما العلم الذي برع فيه ولماذا؟ الأداة هي ما؟ وأيضا هناك لماذا؟ هي أداة أيضا من أدوات الاستفهام؟ وعلامة الاستفهام هي ما وضعنا حولها دائرة هنا السؤال الذي يليه ماذا طلب أستاذه من؟ أحسنتم ماذا؟ ودائرة حول علامة الاستفهام كيف نفذ طلب أستاذه؟ خط أحسنتم تحت كيف ودائرة حول علامة الاستفهام بما احتفل الأستاذ وتلاميذه؟ أحسنتم بما هي الأداة؟ وعلامة الاستفهام نضع دائرة حولها أين ألقى جابر نسخة الكتاب التي يحملها؟ أحسنتم أين؟ وأيضا نضع الدائرة ما موقف الحاضرين من تصرفه؟ أحسنتم ما؟ ونضع الدائرة أيضا في نهاية هذا السؤال كيف عرف جابر الحاضرين باختراعه؟ أحسنتم الأداة كيف؟ ونضع دائرة حول أداة الاستفهام نعود إلى درسنا تحدثنا في الدرس الماضي أن هناك وحدات تعبيرية وأخذنا من هذه الوحدات الكلمة أحسنتم والجملة والفقرة والنص سنعود مرة أخرى لشرح كل وحدة من هذه الوحدات التعبيرية تابعوا معي أولا أقرأ أولاتي عادة إلى المنزل فرحة مسرورة من كم حرف تتكون كلمة عادة؟ أحسنتم ثلاثة حروف ماذا يسمى مجموع الحروف؟ يسمى كلمة ما نوع هذه الكلمة عادة؟ أحسنتم فعل من كم حرف تتكون كلمة المنزل؟ قلنا بأن الألف واللام هنا زائدة نحسب الحروف من بعد الألف واللام أحسنتم من أربعة حروف ما نوع هذه الكلمة المنزل؟ نوعها؟ اسم من كم حرف تتكون كلمة إلى؟ بارك الله فيكم ثلاثة حروف ما نوع هذه الكلمة؟ حرف أحسنتم إذن يمكن أن نصل إلى تعريف الكلمة فنقول هي مجموعة من الحروف تفيد معناً وتكون إما اسماً كما في عادة أو المنزل حفواً اسماً كما في المنزل وفعلاً كما في عادة وحرفاً كما في إلى ثانياً أقرأ الجملتين الآتيتين عيد الأضحى المبارك يأتي مع عبادة عظيمة وهي الحج الجملة الثانية أحسنت يا أبني وجزاك الله خيراً من كم كلمة تتكون الجملة الأولى؟ نقوم بعد الكلمات بشكل سريع مع كلمة والواو هنا كلمة وهي كلمة أحسنتم حشر كلمات من كم كلمة تتكون الجملة الثانية؟ أيضاً هذه هنا كلمة والواو أيضاً كلمة نعد هذه الكلمات بشكل سريع أحسنتم من سبع كلمات هل يشكل مجموع الكلمات معناً تاماً في الجملة الأولى والجملة الثانية؟ أحسنتم نعم ماذا نسمي مجموع الكلمات الذي يشكل معناً تاماً؟ الجملة أحسنتم المفيدة ما تعريف الجملة المفيدة هي مجموعة من الكلمات تكون معناً تاماً ألاحظهم أجيب ألاحظ الفقرة الأولى من نص قصة الوضحي أعود بشكل سريع إلى هذا النص وإلى الفقرة الأولى تحديداً من كم جملة تتكون هذه الفقرة؟ بارك الله فيكم من ثلاث جمل ماذا يوجد في بداية الفقرة؟ أحسنتم يوجد فيها مسافة في بداية هذه الفقرة وبما انتهت عظيم بارك الله فيكم انتهت بعلامة ترقيم هي النقطة إذن يمكن أن نصل من خلال إجابات هذه الأسلة إلى تعريف الفقرة الفقرة هي مجموعة من الجمل تشكل جزءاً من النص تبدأ بفراغ مقداره كلمة واحدة وتنتهي بالنقطة أيضاً ألاحظ ثم أجيب كم فقرة قرأت في النص جميل خمس فقرات هل تشكل الفقرات معناً تاماً مترابطاً؟ بعد أن انتهيت من قراءة هذه الفقرات هل وصل لك معناً تام؟ جميل إذن نكتب نعم ما موضوع هذه الفقرات؟ أحسنتم قصة الأضحية أخيراً ماذا نسمي مجموعة هذه الفقرات؟ نسميها نصة قصة الأضحية إذن نسميها النص تعريف النص هو مجموعة من الفقرات التي تدور حول موضوع واحد هذه الوحدة التعبيرية الرابعة النص وهي مجموعة من الفقرات التي تدور حول موضوع واحد نصل إلى الواجب المطلوب منها كتابة فقرة مكونة من سطرين إلى ثلاثة أسطر نكتب هذه الفقرة في كراسة الواجب بهذا نكون وصلنا إلى ختام الدرس أمل أن تكونوا وفدتم مما قدمنا موفقين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته